السلام عليكم بنات وشراككم إن شاء الله كاميرا لكم بخير وفي صحة جيدة يا رب وهذا الفيديو تلقيكم كاملة مهنيين اليوم جيتكم فيديو جديد بالنسبة لمشتركات الجدود نقول لكم مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم نورة القناة ومشتركة الحبوبات الوفية أنا أحب بكم من المرة الثانية ونقول لكم نحبكم بزاف ما تنسوش اللايك للفيديو إذا كان عجبكم طبعا وبرتجوا مع الأصدقاء لتعامل الفائدة اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى أنها تعجبكم لا تنسوش لي كومنتيخكم الحلوين وفورجة ممتعة اليوم جبت لكم وصفة سهلة مهلة خفيفة ضريفة وبسيطة نتمنى أنها تعجبكم وصفة لفلان بلاجينواز اتبعوا معاين الفيديو للأخير وفورجة ممتعة بالنسبة للمقادير نحتاجوا 2 حبات بيض نصف كاس سكر نصف كاس زيت نصف كاس قهوة عادية نزيد كاس فارينة 2 ملاعقة كاكاوة نصف كاس حليب ملعقة لفاني قرصة ملح كيس خميرة كميائية نخلط جميع المكونات جيدا حتى ندمجه مع بعض ثم نزيد الفارينة والخميرة البحث اشتركوا في القناة قد أشتركوا في القناة نفرغ الخالط في سنيوة او هكيك في السيركل نغلفوه بورق الانيمينيوم مع ورق المطبخ ندخل الخالط في الفرن حتى ينشفوي طيب ندخل كوردو او موس اللي نتأكد باللي راه طالب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحضر الكريمة نضع ثلاث ملاعق من السكر عادية البافلون كارامل اثنين ملاعق من المايزينة نخلطهم جيدا نضعهم على النار حتى يثقل الخالط نضع حتى يدخل الخالط نضع السرسو و قبل أن نضع خالدة الكريمة على النار نضع كمية الآن بعد خالدة الكريمة نفرغ فلعجين واز و نضعها في الفرجدة لكي يحضر المليح و نزيدها بالكرامل اللي في الفلون نضع رشها بالكوكيو و ندخلها للفرجدة لتبرد تماما و نقدمها بردة و نظرها و نشدها و نتلقوا بردة و نتعرفها في الشكل نوعية نهائي في طبق التقديم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة